أهلا بكم بحلقة جديدة حلقة أولى من كلاشي كويست كلاشي كويست يا حبيبي ناس كتير استرنت هاللعبة من لعبة من شركة سوبرسيل سوبرسيل اللي ما بيعرفها عاملة أشهر ألعاب بالتاريخ مثل كلاش وكلانز وكلاش رويال وألعاب كتيرة تانية بس كدور الزبط ذكرناهن لأنه شخصياتهم موجودين بألعاب سوبرسيل الجديدة عطيت لكم فيديو على اليوتيوب جديد إذا حابين روحوا شوفوه عن لعبة استراتيجية مبدأة قريب من كلاش رويال ولكن مغيرين الفكرة وصايرة مثل اللعبة اللي ملعبها بشغلات تانية مثل تي اف تي و هرستون بطل جراوند وهالشغلات اسمها كلاش ميني بينما هلأ كلاش كويست هي لعبة خلينا نقول مختلفة شوي رواق أكتر المعارك فيها بدها استراتيجية بطريقة إنه معك وقت وعم بتفكر وفي عندك هجمات ضد وحوش وقصة وهي اسمها كلاش كويست يعني كلاش المهمة بقى انت شوف إذا بتحب تلعب هاي أو تلعب هديك ياريت إذا مشايف الفيديو الماضي كلاش ميني تروح تشوفه بالقناة موجود وتقلي مين لقيت أحلى وفي لسه لعبة ثالثة بس ما نزلت اسمها كلاش هيرو كلاش هيرو غير شيء إذا منبلش باللعبة وحنشرحها ونفس الوقت نشوف بدايتها كيف تكون إذا بتبلش اللعبة بقصة عبارة عن قاعدين بالسفينة الشباب وبيجي نيزك من السماء وبيطلع عليهم النايت وبيقول شو هاد وبيجي نيزك بنص أو القذيفة أو النيزك بنص السفينة وبتتكسر السفينة وشكلهم عم بيسبحوا باتجاه الجزيرة أول ما وصلوا على الجزيرة هدا هن جيشهم صار معهم شغلة اللي هي معركة على ما يبدو وحتفرجينا طريقة الفايت بهاي اللابة يلي هي كمان مميزة وغريبة ومن نفس الوقت ظريفة طبعا الشخصيات كلها تمعروفة بالنسبة اللي بيعرف اللابة بس احنا هنشرح لكل المستويات بركي واحد بحياتهم ولعبان لك نحنشرح بطريقة بسيطة هدا الجندي هو الباربيريان انت فيك تضغط عليه بتقوم بتروح اللابة مبدأة شوي هاي اللابة مبدأة في حسابات مثل اذا لعبانين شي مثل اذا لعبانين شي مثل عن العاب المكعبات و هدول الشغلات لانه انت بدك تشوف كل ما عندك خط اكتر كل ما انت فيك تضرب دمج اكتر يعني عندي هلا ثلاثة خط ارشر انا هدول اللي بضربوا المرمح اخدتهم كل اياتهم سوا كل ما كبر الناس بالخط كل ما زاد الدمج اكتر و بس هيك في عنا انواع من الكمبويات مثل هدول اللي هيني راكبين احصيني هدول هدول اللي بضربوا قوايا كتير بس ما بضربوا غير بشكل مباشر يعني بلاحظوا انهم فتحوا الطريق بشكل مباشر مش هنالك اللي هنساوي هننضرب هلا بالباربريان ونبوح منع اليسار دك تعمل حساب انه انت لما تضرب هيفضى فراغ لينزل جنود جديدة محل مربع مثل مبدأ كاندي كراش وبالتالي بدك تشوف شو بصير امتل ثلاثة ارشر شوف شلون بيقرب الجيش ليتعبى شي جديد محل لون هنضرب بهدول الوزر بدنا طريقة نفتح الطريق هخلي هدا يفتح لنا الطريق و هنضرب بالوزر منشان اذا فتح الطريق نقدر نفوت و هنفوت بالباربريان وهيك اخذنا لحظو الله بأداء ظريفة خفيفة ما بده جهاز قوي حتى لو جهاز موبايلك جوالك لابتوبك ايبادك تابلت تبعك مو كتير قوية لابة كتير خفيفة بنفس الوقت في ناس تستحي تقول انه تحب ألعب مثل مثلا كاندي كراش بس بصراحة كاندي كراش لعبة دخل التاريخ يعني ما فينا ننكر هذا الموضوع مشان هيك انت بدك اذا حبيتها او اذا بتحب هذا النبات او حابت عطيه فرصة عطيه بلعبة مثل هاي لان هاي حتكون فيها سبيلات وصحر ومهمات واشياء بقى ممكن تشوف شو بصير طبعا كل مرحلة انت فيك تختمها بس بكزا عدد بين النجوم بقى الصعوبة باللعبة انك انت تصير تقدر تربح كل شي على ثلاثة نجوم وتحسب الحسابات هلا انا هبلش بضرب ها هبلش شوف اذا ضليت كابس على الزر انه الويزرد مين هيدربو هدول هيدربو السحرة هيدربو البقعة الحمرة الارشر هيدربو البطل الهاد هيدربو الدهام بس انا بدي اضرب بالويزرد همتو شلون؟ انت بتشوف شو الشي الانسب لك هفوت بالبربرين وهلا هفوت بالارشر بيكمبو كتير كبير ليفتح الطريق ويعبي كل شي ونروح الستيج يلي بعده ههجهم بالاحصنة ليفتحوا الطريق وحادرب بالويزرد اكيد الويزرد حلاوتهم بيضربو طريق كبير وبالبربرين يكمل ونوصل للمكان الاخير والله المكان الاخير صعب الحمد رب الويزرد اول شي بركبين في الحلقة تمام بعدين ارشر بعدين باربرين اه ما اعزبوني طبعا اذا عبا لعب بسرعة بس اه مكن نفس الوقت يعني اتوقع اللعبة مالا كتير معقدة لغاية الان اه طبعا هالالعاب تبع سوبر سيل بشكل عام انا عندي بالقناة تنزيلة هي مرتبط فيكم انتو هاي ثلاثة بثلاثة خلينا على اللي بعدها مش هنيك اذا انتو تطور جنودك اذا معك جولد كالعادة مثل اي شي اتاك اذا انتو بتحبوا ألعاب سوبر سيل اذا انتو حابين هاي اللعبة او حابين كلاش ميني او كلاش رويال او اي شي اي شي قولوا اللي بتكون يا وهم اكتبوا لي عشان اعرف انتو شو حبيتو ومو شرط نلعب بس لابة واحدة يا اصدقائي ممكن نلعبهم كلهم اه ممكن كل يوم ننزل لابة مثلا ممكن اه كل اسبوع ننزل لابة ممكن ما ننزل منهم شي هذا كله حسب انتو كيف تدفعوا هون عندي مشكلة هون عندي مشكلة عندي مشكلة بتاعنا جلدها مشان يصير في عندي كومبويات اعرفتو كيف اه اعرفتوا كومبو كبير طالوا عم قدا fps وزرد طالوا عم قداش في عندية pregunta آه عم قلولي لนะ انت Duckalu فقط انت خلصت كل جيشك خلص البقيانين هنا جيشك حاول تحسبها بطريقة انك تربح الفايت هلا حاجم ازان بهدون بعدين بالبربرين وهيك ربحت الفايت على القلب اذا اللابة مو سهلة انا بعرف كثير منيح انه في مراحل هتعيد المرحلة عشرين ثلاثين مرة وما حد تقدر تساوية يعني لها الدرجة بده تصير صعبة لغاية ما تلاقي الحل يعني فيه مثل بازل فيه خدعة فيه تفكير فيه شي ممكن انت تعمله يخليك تلاقي الحل وهلأ صار نشرب سم الأفعة يجري فيه عروقي معملولنا فيه تشيست هون اذا فيه تشيستات مفتحة باللعبة الجرافيكال تشيست هلو وباربيريان طلع لنا بس هلأ طورتوا للباربيريان قبل شوي سوما بتوقع يكون فيه شي جاءنا قنبلة نار فينا نستعملها بشي مكان والمرحلة التالية الآشرات يجرينا التطمير سنتطورهم شكرا عفوا فينا نغير بتشكيلتنا لسه ما وصلنا له المرحلة بزن بس هلأ فينا نطلق والكورة النارية تحتاجناها بشي وقت فينا نستعملها قياسة لا تستعمل لم تكن بنا لنستعملها غصمان عن إذا هي الكورة النارية لنستعمل لنا غصمان عن باستعملنا وينصرفونا ماذا بنا نساوي يالله ماشي الحال ماشي الحال هلأ نستعمل الوزرت لنحرق شوي طريق ويقربس في الخيالة بعدين هدول بعدين الارشرات بعدين بتوقع باربيريان من هلأ بلشت حس بصعوبة اللابة كأنه شوف في تعقيد صار بالخريطة طيب هنبعد هاته يكفي الباربيريان لحاله ما بدي روح الكمبو تبع الوزرد هلأ الوزرد يضرب فيهم كومبو قوي كلما كبر الكمبو يضربوا اكتر دامج وهو بيعمل صف احلى هلأ بتوقع اذا ببعت الباربيريان اول شي بعدين ببعت الخيال كلهم سوا لاحظتوا اذا ما في شيء قدام الخيال الخيال ما بيعمل شيء بيموت على الفاضي او بيروح على الفاضي نتذكرهم بسوا اذا كومبليتد بثلاثة نجوم بظن والله محتاجين محتاجين لالعاب جديدة يا اخي اكيد الالعاب القديمة فيه منها حلوة ومنحبها بس قالوا التغيير ايو كانوا تشيك واس أبيل فيه اذا الشوب كالعادة متل كل الالعاب بتفوت عليه اذا بدك ستارتر باك ما ستارتر باك دالي اهم شغلة تاخد الفري وهي فري وهي فري وهي فري كأنه بهاي اللعبة مكترين لفريات اليوم شكرا شكرا ان شاء الله يكون دائما فيه فري كتير كل المشاهدين بيحبوا الفري انا باعرف وهي اللعبة اذا صار عليها دعم حنحاول نجيب لكم فيها كالعادة من السبونسرات بطاقات مثل ما كنا نعمل قبل لك وقداش فيه شغلات لسه بعدين جايانت سواب شارج جوبلين روكت ريتريت بيكا زاب راش بومبر لوغ بيبي دراجون بيبي دراجون حبيبنا البيبي دراجون مينيون فرونت لاين ايرسكويك سويتش بومب ماينر في كل هدول ولسه فيه كمان كمان في عنا الليقات كالعادة تصنيفات واشياء وفي عنا كلانات طبعا كالعادة هنساوي كلانات اذا بهمكن نعمل كلانات اقولولي بالتعليقات ونروح معركة جديدة يا حبيب رجاء الى هلأ اذا ما لكم عاملين لايك ياريت تكتبوا لايك تعملوا لايك عفوا واذا ما لكم كاتبين كومنت ووصلتوا لهم بالفيديو ياريت تكتبوا لي تعليق هاشتاغ كلاش كويست مع عمر اذا ما لكم حطولي هالتعليق بعرف انكم وصلين لتقريبا نهاية الفيديو وريز اند هولت هيا ما عرف الموضوع هنجرب هنفوت هيك شايفين هون الوضع الصعب الوضع صعب وحيضربوني كمان بارباريان اذهب انت تروح انت تروح انت تروح اذهب انت تروح انت تروحوا اذهب اوكي روحوا تمام قاعد بديها وهي الكمبو عرفتوا شلون بدك تبلش يعني تعمل تكتيكاتك تكتيكاتك هاي هي اللي بتخليك تعرف انه انت بتقدر تربح ولا ما بتقدر تربح الفايت وبتوقع انا هيك كون شرحت بشكل عام وفرجتكن تجربتي الاولى لللاب حسابي من الصفر مبلشوا معكن شو بتكون نزلكو هاللابه تسريبات اا اشياء مسابقات اا لعب رانكات عالية اا خطط سرية كيف شو تطور شو ما تطور قلولي شوجع بالكن لاعرف شو نزلوا ازمو هاي شو الالعاب التاني اللي بتحبو نزل منا كما قم بروانجي جنوان سلام